قد يبدأ الانهيار من حجر صغير بنك سيليكون فالي الأمريكي الذي أفلس وخسر مليارات الدولارات ومعه بنك سيجنيتشر فجر المخاوف بشأن انهيار النظام المصرفي الأمريكي الذي خفضت وكالة موديز نظرتها له إلى السلبية وخشية انتقال العدوى أو تأثير الدومينو من بنك سيليكون فالي إلى بنوك أخرى خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن بسرعة كبيرة لطمأنة الأمريكيين والمتعاملين مع القطاع البنكي أطمأن كل العملاء الذين أودعوا أموالهم في هذه البنوك أنهم يحظون بالحماية ويستطيعون الوصول إلى أموالهم بدءا من اليوم ويشمل ذلك أصحاب المشروعات الصغيرة في أنحاء البلاد إذ يمكنهم دفع الرواتب والفواتير والاستمرار بأعمالهم وهناك نقطة مهمة لن يتحمل دافع الضرائب أي خسائر بنك الاحتياطي الفيدرالي غير بعيد عن هذه الأزمة فبشكل أو بآخر أدى رفع الفائدة خلال العام الماضي إلى تراجع أنشطة الاقتراض ما أثر على بعض البنوك الصغيرة مثل سيليكون فالي وقد تكبر هذه الأزمة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن خطته الحالية برفع نسب الفائدة ولو بشكل مؤقت وسريعا فرضت أزمة القطاع المصرفي نفسها على الساحة السياسية فقد تبادل بايدن مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهامات بالتسبب في الأزمة أسواق المال الأمريكية تفاعلت مع الأزمة التي دفعت ثمنها غاليا أسهم قطاع البنوك سارعت عديد من الزبناء لأخذ أموالهم من وداعهم من الأبناك ما أدى إلى ارتباك أبناك أخرى وهذا بالطبع يؤدي إلى ارتباك القطاع البنكي في أمريكا وقلة الوداء وهذا بسببه يكون الحد من سوية الأبناك ويصعب عليهم تتبع عمالهم اليومية بما في ذلك القرود والوداء إلى غير ذلك ومع تفاقم أزمة المصارف الأمريكية وتأثيراتها على الأسواق العالمية هل يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية عالمية مثل تلك التي حدثت عام 2008؟ لن يكون لها نفس المدى الأزمة العالمية الكبرى حتى ولو أنه منهاره كلياً هذه الأبناك الصغيرة فلن يكون نفس المدى الذي تعرضت له مثلاً لو كانت شيئس أو ما في ذلك لكن يطمئن الناس فإن زي ما قلت الأبناك الكبرى عندها سيولة مهمة عندها مثلاً بالنسبة للبنك الفيدرالي فهو يراقب دايماً باستمرار ووسط قلق عالمي من تكرار سيناريو انهيار بنك سيليكون فالي في بنوك أخرى خسرت أسهم بنك كريدي سويس 30% من قيمتها في يوم واحد بعدما أعلن المساهم الأكبر في البنك أنه لن يقدم مزيداً من الدعم للعملاق المالي السويسري وهو ما أشعل المخاوف من أزمة مصرفية عالمية اختبار تحمل يخوضه النظام المصرفي الأمريكي واختبار آخر يخوضه بايدن لمدى قدرة إدارته على معالجة الأزمة خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2024 وقد تكون هذه الأزمة إن طال أمدها عقبة في طريق بايدن للبقاء لولاية رئاسية ثانية من واشنطن رامي جابر هنا القاهرة عاصمة الخبر